أكثر من 1600 مرشحة للانتخابات المقبلة يتنافسن على 75 مقعداً في مجالس المحافظة ضمن حصة الكوتا المحددة للنساء في قانون الانتخابات بالنسبة للكوتا يعني الاعتياد هو مشاركة المرأة بما لا يقال عن 25% وطبعاً تتحدد نساء يفزون بقوة أصواتهم وأقوى نساء فأعلى الخاسرات ممكن إذا ما تحققت الكوتا في دائرة معينة ممكن أعلى الخاسرات يعني يكون من نفس القائمة تأخذ محل يعني أحد الأشخاص يعني أقل الأصوات من الفائزين فتحل محل لكن القانون النص إذا استنفذت الكوتا فلا استبدال وارتفعت أعداد النساء المرشحات في هذه الانتخابات بعد تحقيق مرشحات سابقات الفوزة في الانتخابات الماضية أسوة بالرجال دون الحاجة إلى حسابات الكوتا لكن القانون وضع الفائزات ضمن الحصة المقررة لهن في القانون التي لا تقل عن 25% من عدد المقاعد بالنسبة لكوتا النساء هي لا تقل عن 25% في الترشيح وكذلك في التمثيل بمعنى أن هذه الـ 25% هي الأرضية وليست السقف يعني في موضوعة كذلك الترشيح والتمثيل فبالتالي المفوضية تحرص على أن تكون هذه النسبة متوافقة مع القانون في نسبها الدنيا على الأقل وبعد وصول الوجبة الأولى من أوراق الاقتراع تستعد المفوضية لتسلم الوجبات الأخرى منها ومن البطاقات الجديدة وإنهاء ملف المطبوعات والعدد اللوجستية تمهيدا لتوزيعها بشكل نهائي على مكاتب المفوضية في المحافظات وبعد وصول أوراق الاقتراع إلى البلاد تستعد المفوضية لإنجاز ملف التدريب لملاكاتها التي ستشارك في مراقبة وتنفيذ إجراءات الانتخابات المقبلة فضلا عن إنجاز ما تبقى من الجدول العمليات لها سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد